فريق ممتاز 2021 في أكثر من لعب الحمد لله نادي امبي بتابع كويس جدا وبشوف وأول تجمع بإذن الله عندي 25 تسعة على أربعة عشرة أنا خفضلت العشر تيام أنا كنت عامل تسعة تجمعات خلال الموسم 2018-2019 خليتهم ستة بس بس أخد عشر تيام أحسن من ثلاث تيام ثلاث تيام مش هعملوا لي حق عشر تيام أقدر أشتغل مع الولد لأن أنا دخل على قياسات ودخل على حاجات كثيرة جدا وتغيير شخصية قدامنا نسمع حضرتك التربيع على الشاشة تجمع منتخب 2021 نادي الأهلي ده فريق الأهلي 2021 تدريبه وحضرتك بدأت به قلت الأهلي وإمبي واضح أنك مركز على مجموعة من الفرق اللي في المرحلة دي شايفها تكون هي القوام الأساسي المنتخب مع عناصر طبعا مميزة ممكن تختارها من أي نادي وأنا حديثك بنفسه والجهاز كله وانتشرين عشان ندي نعدل نعدل ونهدي كل واحد حقه واللعيب اللي يثبت وجوده لازمه اللي موجود فالأمور طبعا صعبة كده لكن هنشتغل وبشتغل وبكتهد وبنشغل وبنحاول وربنا قدرنا نكون عميحوص نظن بإذن الله هنبتدي المعسكر الشهر ده بإذن الله تعالى عشر تيام وفي نفس الوقت يا رب نكون عميحوص نظن 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 منتخب كبير لأن أفرخة اتغيرت عايزين حضاك بس تطمن السادة المشاهدين وجمهور النادي الأهلي لأن السن ده المرحلة دي قريبة قوي من الفيرس تيم وهي هتبقى وقود الفريق الأول اللي اعتمد علي في الفترة الجادة دول 18 سنة دولة فاحنا بنتكلم عن المجموعة دي إلى أي مدى شايف فعلا مستوها بدنيا وفنيا قوي ومميز ومنها عناصر ممكن تبقى داعمة بقوة للفريق الأول في الفترة الجادة مش كلام رقم واحد لأنه هو حضرتك النادي الأهلي هو اللي خاد البطولة السنة اللي فاتت ومرشح بقوة أعتقد أنه أقوى فريق حاليا فيه دوري جامورية 2001 والنادي الأهلي أنا بقول بالنتائج بالأرقام أقول ماتش كسب 3-2 ماتش 4-3 ماتش 2-4 ماتش 4-0 في حرس العدود كلها بالنتائج وأنا شايف أمهر لعيبة وأقدر لعيبة وأفضل لعيبة فنية لحد الآن